بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين السلام عليكم السلام عليكم صحة رمضانكم وصحة في طوركم اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم هذه الكيش بعجينة بالزيت وهي عجينة ثلث كيلات وهي عجينة اجتهدت فيها قليلا على كل حال وان شاء الله يا ربي جربوها وراني متأكدة راح تنال إعجابكم لأنها صراحة رائعة بسم الله المقادر اجتهدت ست كيلات فارينة كما راكم شايفين اجتهدت هذه الابتغامة وهو القيس تحت هذا الغامة هو نصف كأس اجتهدت ست كيلات فارينة ست كيلات دقيق كيلة داع الزيت ونصف كيلة داع الماء ملعقة صغيرة خميرة الخبز وملعقة صغيرة داع الملح والسوم هنا العجينة نضيف لها السوم تعطي لها نكهة رائعة اول حاجة انا شوفوا الطريقة التعلي نضيف لها نصف كيلة داع الماء نضيف لها ملعقة صغيرة خميرة داع الخبز وملعقة صغيرة ملح وشوية داع السوم يعطي لها بالنهاية ونبعد نخلطهم ونضيف لهم هذه الكيلة داع السيت بعد ذلك نبدأ نضيف الفارينة يعني أنا الفارينة هي نعملها الأخيرة ضفت الكيلة الأولى والثانية والثالثة أخواتتي أنا ما ضفتهاش كامل أنا على حساب ما تشرب لي هنا يدت لي الكيلة الثالثة غير بوع يعني بقى لي منها شوية حصلت فقط على عجينة طريقة توقفت هذه هي العجينة أولا أسهل أخواتتي في دقيقة تحضر لك يعني ما فيها لا تخمار لا عجن ولا أي شيء عجينة من أروع ما يكون أبعد أخواتتي ما غلطها تريح موالو مباشرة بديت نخدمها أخدمتها هنا يا بديتها وصلت تحتها أنا أخواتتي ملاحظة أحبت نعطيها لكم كي تعملوها عملوها رقيقة فوق هذك هنا يا لماذا تكون أحسن لأنه فيها الخاميرات على الخبز يعني تطلع لكم شوية في الفرن شوفوا كيف سهنا رققتها والباقي عملت بها هذو ثم ثقبتهم شوية فقط هكذا بالفرشيطة هذا ما كان بعد ذلك إذا حبيت تستعملهم استعملتهم إذا ما حبيت ايش أديهم مباشرة للمجمد هذو كالصغر ومبعد رحت نحضر في الحشو التاع اخواتتي الحشو التاع هذه هم كمية اللي عندك تاع اللحم المفرور اي كمية موجودة عندك ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة تاع الفلفل أسود ثم تضيفت لها حبها بصلة صغيرة رحيتها ورقيتهم مع بعض كمية اللحم المفرور تكون البنة أكثر هنا لا تقلوش لبصل واحدة وقلوهم مع الحم أحسن ومع ضفت لها ملعقة صغيرة تاع الكاتشاف وضفت لها نسب علبة تاع الشامبينيون وتقلوهم جيدا يعني أعطوا لهم طيابهم هنا الصورة هي مسرعة أخواتتي بعد ذلك ضفت لهم قليل من الزيتون الأخضر اللي كنت غليته وقطعت ورقيق يعني تكمية وإذا حبيته تضيفه وإذا حبيته ما تضيفهاش يعني الحشو وخواتتي اختيار بعد ذلك كيكملت كامل خليتها تقلات وكل شي تاعي طابة مليح وروح تبديت نبدأ ندير الكريمة هنا تبديت زود حبات بيض وتبديت هذه الكخامليجة اللي هي تحصومة رائعة رائعة مع أخواتتي هذه تحصومة 500 مليللتر أنا نضيف فقط نصف العلبة وإذا لم تكن شي تقدروا تعاوضها بكاس حليب يعني في زود حبات بيض نضيفه كاس حليب النتيجة ماشي كيف كيف لكن مراتنا نعملها بالحليب كما تكون عندي الكريمة تخلطوا هذه الكريمة مع زود حبات بيض وشوية ملح وفلفل هذا ما كان أخواتتي هذا ما ضفت لها ونضيفت الحشو حطيته فوق العجينة حتة عمره كامل تقريبا ثلثة أربعة هذه القيسة المول التعيد هذا 20 سنتيمتر القطرة 20 سنتيمتر كبير ماذا هو أخواتتي حتة عمره كامل حاولوا أنكم توزعوا المقادر كامل لشامبينيون وزيتون كامل في نفس المنطقة كامل في مناطق مختلفة من هذه الأطغة حتة تكملوا كامل العمل بعد ذلك أضيفوا لها هذه الكريمة من فوق وصفات سهلة لا يوجد تحذر مسبق أسهل ما يكون بعد ذلك تدخلوها في فرن 180 درجة تدخلوها في الفرن حتى تطيب لكم مليح مليح العجينة أعطوها الوقت التاحة مليح في الفرن 180 درجة تدخلوها حتى تتحمرت مليح مليح تدخلوها الوقت الكافي لكي تطيب كامل العجينة ولكن كل العجينة ليس طيبة هذه أخواتتي يجب أن تتحمر لكم مليح كامل في الأطراف ومليح تدخلوها كما تعرفون هذه أخواتتي هذا الملتعي يتنحى لكي نضعها مباشرة لكي يكون تقديم تحشبها في فوق الطاولة ونزينها قليلا هذا مكان أخواتتي إن شاء الله تكون وصفاتها اليوم عجبتكم إن شاء الله لكن هذه هي الوصفات هذه هي الوصفة أدركونا نوريها لكم في كيف تخرج يعني العجينة رائعة أخواتتي جربوها هذا هي الحشو إختياري لكن أنا ركزت لكم على العجينة لأنه صراحة أخواتتي تخرج الطري خاصة ليحب هذا النوع الطري شوفوا أخواتتي كيف أكثر من رائعة ركزولي على هذه العجينة لأنه صراحة تستحق التجربة في الآخر أخواتي إن شاء الله ياربي تجربوها والحشب كما قلت لكم يبقى اختياري نقول لكم صحة رمضانكم صحة فطركم صحة فطركم صحة صحوركم حبيبتي دومتي متألقة جاء كنتم هنا الترويس أرسي مليلي